تمام هذا راح يكون التسجيل للمراجعة الجزء الأول راح نراجع فيه من مادة مقدمة قوات البيعات راح نراجع فيه تشابتر ثلاثة أربعة وخمسة إن شاء الله ما نطول لأنهم يعني مقارنة بشابتر سبعة وعشرة أبسط شوي بعطونا الأساسيات في الـ entity types الـ attributes الـ وباقي الأشياء الموجودة عن الـ specialization generalization lattices هذول السواليف راح نحكى عنهم كلهم super class sub class shared class راح نحكى هذول المصطلحات كلهم وطبعا لما يجينا بالامتحان راح يجينا انا بعتبره امتحان الـ data بيصر راح يجي امتحان مصطلحات ليش لأنه راح يفرق بين أنك راح تعرف تحلي سؤال وما تعرف تحلي السؤال هو المصطلحات فأهم إشي راح نركز عليه في المراجعة هذه هي المصطلحات شو هو كل إشي لأنه لما تيجي يعني حقيقة في المادة هذه السؤال 90% من الإجابة مش حتى نصر إجابة 90% إجابة عادة تعلي صوتك شوي لأنه صوت اللاب واطي صوت كويس لأنه ما منفع أنا أحلي صوتي إذا أنت بس المشكلة عندك جس خلي الـ user volume اعمل رات click عندي الـ user volume راح يطع لفوق 100% اوكي راح نمر على الـ slide عشان يعني إيش نغطي الأشياء علينا تمام بدنا بنا نحط example database هنا راح نقول إنه في عنا database اسمه company إيش يعني company يعني شركة كل بساطة شو تحتوي على الشركة بالضبط راح هسا اللي راح يجي عندكو هنا بالسؤال راح يجي عندكو إشي اسمه description أو الوصف شو هو description لأي database description لأي database راح يكون عبارة عن كلام توجد un oh create a database sprout that has a يحتوي على مثلا لأن الج얼س تفعل الى الذاتي بالضابعة leads الصوت ممتازة عندك لات بحكي أوكي شوف المشكلة ان عندك يا نارت تمام مية بالمية كويس الصوت لا ما بعلق معناها من عندي يس اوكي تمام فكشركة هذي يعني من الاشياء البديهية اللي يكون في الشركة في عندك الامبلييز رح تخسرهم ب اي ام بي امبلييز رح يكون في عندك ايش بروجيكتس ثانية ما لي انا مش عارف اكتب بروجيكتس ايش فيه كمان ديبارتمنت الاشياء اللي احنا تعودنا عليها دي بي تي مثلا وايش اوكي خلينا نقول في عندنا هذي الاشياء الثلاثية البسيطة بنا نفرق بين شغلتين هذي احنا عارفينها مفروض احنا كنا عارفينها ولكن عشان نحط الاساسيات اللي احنا بنا نحكى عنه اسم الداتابيس كله اسمه كمبني الامبلييي والبروجيكتس والدبارتمنت هذي اسمهم انتيتي تايبس شو يعني انتيتي تايبس يعني كائن النوع من انواع الكائنات الانتيتيز are specific objects شو هو الابجيكت احنا عارفينه من الابجيكت ريتد ابجيكت ريتد هو كائن او زي انستنس من هذا من هذه الكمبني اسمها ايش راح يكون اسمها امبلييي راح يكون اه فخلينا ايش نرسم الثلاثة هذول اللي عندنا الامبلييي فعندك الانتيتي تايب امبلييي الانتيتي تايب ديبارتمنت والانتيتي تايب بروجيكتس 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 تمام نشكلها بهاي طريقة طبعا الامتحان ورقي على الاغلب لانو راح يجينا الاشياء راح نواخذها غدا مسايا ان شاء الله ان شاء الله الاشياء اللي هي كيف انت تعمل من تايبل تحولها لا من الريليشن سكيما هذا اللي احنا هذا اسمه الريليشنال سكيما اللي احنا منرسم حالين اسمه الريليشنال سكيما أو اي ار مودل اللي راح اللي في سبعة بيحكي عنه كيف نحول من سكيمة إلى تابل كيف نحول من سكيمة إلى تابل باستعمال السبعة خطوات اللي احنا عارفينهم وفي شابتر عشر بيحكي عن النورماليزاشن كيف نشيل المهم وهكذا ولكن خلينا نركز على الير موديل الير موديل قولنا الامبليي ايش يمكن نسوي يمكن نحكي نحكي ان هو works works on شو يعني works on يعمل على الامبليي يعمل على فبجيك في الوصف انه الامبلييي works on a project تمام والامبلييي works in a department ايش بكون موجود في department فخلينا ايش نرسم شكل معين هذا فالامبلييي خنا نقول ان هو هو in a department و a department كل department رح يكون في لها project بتشتغل عليه البروجيك الحالي اللي هي شغال عليه من سميه ايش has كل department has يعني عندها تمام فاحنا زي سوينا relational data او entity relational entity relation data model او model كيف يعني شو يعني entity relation هاي الانتتي هاي الانتتي هاي ال relation هاسا ويمكن في يكون هاي الانتتي هاي الانتتي هاي الانتتي هاي الانتتي هايiod هاي خلينا نقول في لنا relation اسمها آآ recursive relation شو يعني recursive relation recursive relation يعني علاقة الانتتي مع نفسها إذا قل لك من الامبليي رح يكون في عندك وامبليي واحد رح نسميه المانجر المانجر هو كمعا موظف تمام الامبليي الواحد هاذا اامبليي الواحد اه ايش رح يكون اسم العلاقة ايش مانجر مئة بالمئة سيكون في عندي واحد اسمه مانجر فهذا العلاقة من والى الامبلييي رح احدد واحد فقط من هذول الموظفين ان يكون هو مانجر مانجر على حسب الدبارتمنت مثلا تمام فهذه بس سريع سوينا شغل اسمها ال E R Diagram شو هو ال E R Diagram ال E R Diagram هو فقط عب هو رسم بسيط جدا يحتوي على علاقات بين انتتيز بين الكائنات هذوله و والانتتيز نفسهم انتتيز نفسهم علاقات بينهم طيب قبل ما ندخل في ال E 2 R أو E E R بدنا نعرف شو هم الأتريبيوتس الأتريبيوتس هم صفات يحتوي عليها يحتوي عليها يحتوي عليها يحتوي عليها كل انتتي و اهم واحدة اسم هالي برايمري كيف خلي نقول ان هذي ال SS number أو social security number أو الرقم الوطني في عندك مثلا employee عندك ايش اسمه ال name وفي عندك مثلا ايش يوم ميلاده هاي ال DOB أو date of birth مية بالمية خلينا نقول ال department مثلا ايش ال DID هذي primary key في عندنا ال name وفي عندنا مثلا عدد ايش ايش او number او خلينا نقول ايش ال locations او location تباحة اذا هي فقط واحدة اي location تباحة واللي projects بيقدر اقول ايش 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 عدد الساعات اللي بحتاج هذا ال project مثلا التمويل money ولكن طبعا ايش رازم يكون في عندي project ID الرقم التعريفي تبع ال project وهكذا تمام شو هذولا بنسميهم شو هذولا بنسميهم بنسميهم اه صفات كل entity type الها attribute الها صفات يعني بيقولك في الوصف employee has a name date of birth and a social security number that can't be repeated هسا اللي primary key شو هو اللي primary key هي صفة لا entity type ولكن الصفة هذه مش كل باقي الصفات لا يمكن تكرار القيمة الداخلها yes وما بنفع يكون null كل employee على الاقل لازم يكون عنده social security number هو الرقم الوطني بقدر يكون اسمه فاضل وهو ما بدي يكتب اسمه يمكن هو ما يعني لين هالسا ما جبنا اسمه ولا ما جبنا ديته بارتبع ولكن منعرف على الاقل social security number وهذا رح يفرقه بين الناس الثانين يمكن يكون في عندك اكثر من employee عندهم نفس الاسم يمكن يكون في عندك اثنين نولدوا في نفس اليوم تمام فشو بنسوي هذه ال primary key او المفتاح الرئيسي اللي رح يعرفنا من كل employee كيف نقدر نعرفه عن ال employee الثاني 100% فال primary key تابع ال employees هو social security number primary key تابع ال project هو ال ID وال primary key تابع ال department هو ال ID تابع ال department هيك احنا بسرعة صممنا ER Diagram رسمة entity relation schema طيب اللي احنا رح نتعود عليه اسمه extended او expression entity relation schema طيب كيف بدي احدد ال primary key كيف بدي احدد ال primary key هسا في السؤال في اكثر من طريقة انه هو يحكي لك شو هو ال primary key ال primary key رح يكون شغلة يعني على اغلب ما رح تكون الاسم يعني اذا جاك حكالك انه ال employee عنده الاسم و social security number و date of birth ما باجي انا بحكي له اه يمكن date of birth هو ال primary key لا في السؤال عشان عشان هو يحكي لك ايش هو ال primary key بدون ما يحكي لك يعني بالعرب انه هو primary key رح يحكي لك اكثر من كلمة احفظوا لك كلمات unique can't be repeated not null هذول الكلمات يحكي لك ايش مثلا ايش امبلييييو هذول ايونيك اس اس اان شو يعني عشان ايش امبليييو هذول ايونيك اس اس ان يعني هاذو مباشره primary key مباشر مباشره هذول primary key طيب خلينا نقول ايش دبارتمنت هاذ اي RN repeatable cuestاضحض لا ما بتقدر انك انت تعيده ايش من اسمه اسمه دبارتمنت ايدي فالأغلب رح يكون ال primary key انه معطيك في السؤال انه هذول يا ال primary key إيش بيحكي لك مثلا هو لا يمكن أن يكون نال لا يمكن أنه يعاد فمن صفات اللي برايميريكي بقدر أعرف أنه هو برايميريكي تمام بس على الأغلب الكلمة الأغلبة رحيستعملوها بالامتحان وستعملوها بالسؤال عشان حددوا للك اللي برايميريكي هي كلمة يونيك أو مفرد أو فريد من نوعه فما في عندي two employees عندهم نفس الرقم ولا نفس two departments عندهم نفس ال ID وهكذا مية بالمية في عنا أنواع من الإيش في عنا أنواع من الثاني شوي خليني أزبط هذه على السريع لأنها مش عاجبتني أوكي خلينا في عنا أنواع من الآتربيوز مش كل الآتربيوز نفس الشكل هسا واحد من الآتربيوز تبعتنا يمكن يكون مركبة هسا في منهم يمكن يكون ملتي فاليد زي اللوكيشن طيب كيف بدي أفرق بين أنه أنا أعمل ملتي فاليد وأعمل كومبوزيت في الملتي في الكومبوزيت في عندي أكثر من قيمة مركبة ليش اسمهم مركب لأنهم كلهم يندرجوا تحت مسمى واحد يعني مثلا في عندي الأمبويي في عندي مثلا الفيرس نيم نختصر في FN وفي عندي المدل نيم مثلا اسم الأوسط واسم الأب شو ما كان ويمكن في عندي اللاست نيم تمام كيف أعرفت أنه هذا كومبوزيت لأنه كل الأتربيوت هذولا بندرجوا تحت اسم واحد اللي هو النام تحت أتربيوت واحدة اللي هو النام طيب كيف بدي أعرف أنه اللوكيشن هي من الوصف كيف بدي أعرف أنه اللوكيشن هي ملتي فاليو هسا على ملتي فاليو عكس الملتي فاليو عكس مش عكس يعني بتختلف عن الكمبوزيت إنه كل القيم هذي موجودة داخل اللوكيشن بدل ما هي ايش بدل ما هي مفرقة زي هيك يعني بدي أمسك هذا وأحوله على السريع لتيبل بدي أحوله على السريع لتيبل كيف رح يكون شكل التابل سأضع الأمبلويي هنا لا أريد أن أقوم بعمل أريد أن أقوم بعمل تابل للدبارتمنت دعنا نسكيب لتشابل سبعة سرية أريد أن أقوم بعمل تابل للدبارتمنت سأسمي الدبارتمنت وماذا أريد أن أضع فيها؟ فيها الـ ID هذا سيكون الـ primary key ماذا لديه أيضا؟ لديه الـ name عادي يعني attribute عادي لا هي composite ولا هي multi-valued ولكن لدي location تختصروا بـ H, B, L, O, C تمام لذا كانت multi-value أنا حطيتها زي هيك صح 100% وبقدر أحط إنه على حسب الـ ID location هذا محدد طيب ما يعني multi-value؟ في عندي في عندي القسم واحد أو الـ department واحد شو فيها department الـ ID تبعها واحد مكررة عندي مرتين ليش؟ نفس الاسم رح يكون خلينا نقول مثلاً HR أو موارد البشرية تمام عندي HR ليش تكرر؟ نفسه هو هنا ولكن location رح يختلف خلينا نقول مثلاً واحد موجود في الكرك واحد موجود مثلاً في عمان تمام 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 فا اتكررت اندي المعلومات هنا ولكن هذول اختلفوا فالـ ID هو الإش هو رح يفرق بين locations ولكن في لو بدي أجي أعمل map للـ composite هذي لو بدي أجي أعمل لها map كيف بدي أخليها؟ خلينا أسوي كمان table للـ employee تابل الـ employee رح يكون نفس الإشي تقريباً في عندي الـ SSN وفي عندي آخر إشي إش هو الـ DOB خلينا أحطه هنا ولكن ما ماجي ما بقدر أجي أحكيله الـ name وخلص لا ما هو الـ name أكثر من قيمة مش أكثر من قيمة في داخله أكثر من أتربيوت فاللي لاسم أحكي إنه في عندي الـ first name هذه أتربيوت لحالها في عندي الـ middle name هذه أتربيوت لحالها وفي عندي الـ last name هذه أتربيوت لحالها فشفتوا الفرق بين الـ mapping تبع الـ location الملتي فاليو تبع الـ composite المركب هيك بصير ما باجي بحكيله إنه في عندي name بسوي هسا في طريقة ثانية أنا أسوي تابل جديدة فقط للـ name للـ employee name ولكن هذي من أنه أخذها في شابتر 7 ولكن حالياً الطريقة اللي إحنا بنا نعرفها عشان نميز بين الملتي فاليو وبين الـ composite إنه الملتي فاليو لما تيجي أنت تحطو في الجدول رح يكون زي هيك فقط رح تكرر الـ primary key و المكان رح رح تغير لأنه في عندك ملتي فاليو كيف عرفت إنه ملتي فاليو هيها نفس الـ id نفس الـ id ملتي فاليو إنها ملتي فاليو نعم نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الاسم عندها أكثر من مكان هيك عرفت إنها إيش إنها ملتي فاليو مية بالمية طيب إذا كانت كمبوزيت كيف أريد أن أفرق؟ بـ composite أستطيع أن أحكي نيم و أضعه في تابل ثانية؟ لا مناش نسوي زي هيك يات يعني من نيم ما نوصل إلى شابتر سبعة ولكن في شابتر الثلاثة هنا إحنا فقط عارفين إنه لما تيجي تعمل ماب لا الـ composite بدك تتحطه بهاي الطريق وهي تركه أسهل بكثير و خلينا نعتبتها بدها ما تسوي تابل جديدة بالمرة تمام عرفنا شو هي الـ composite ففي عندنا ثلاث أنواع من الـ attribute Symbol بدك تكون هي primary key كويس ذكرت أنه مبلش هذا ممتاز أحسنت يا أحمد أوكي في عندك الـ projects الـ projects تحتوي على simple simple primary key ما في عندي هنا واحدة special الـ department تحتوي على multi value وهي location مية بالمية تمام بحكي لك إيش الـ entity type والـ key attribute شرحناها قبل شوي هذه الـ key attribute أو primary key وفي عندنا إيش بعدين لما نأخذ الـ EER رح نأخذ شغل اسمها الـ inheritance انتعرفين الـ inheritance من الـ object رح يكون اسمها نفس الإشي هانا فاكروا بهذول إنه هما class في عندي class للـ employee في عندي class للـ project مثلاً بدي أقول إن employee كذا بيشتغل على الـ project كذا فبدي أخذ شغلي اسمها foreign key شو يعني foreign key يعني مش الـ foreign تطبخ فيه لا foreign key يعني key أجنبي الـ foreign key هو key أجنبي شو يعني أجنبي يعني مش من الـ class هذا نفسه أجنبي طيب كيف بدي أعرف إنه هو أجنبي من الـ class ثاني إنه هو رح يكون attribute جاية من الـ class ثاني ولكن خلينا نقول إيشي بدي أغير اسمها شوي عشان أعبر إنه هي أو أعبر هي من وين جاية طيب نقول هي ESS number شو يعني ESSN مبين من اسمها إنه employee SSN في عندي أي مكان ثاني attribute اسمها SSN لا لو كان في عندي class اسمه manager ومنجر كمان عنده SSN بقدر إلي إيش أحدد إن هي employee ولا أحط أم مثلا عشان حدد إن هي manager تمام ولكن هسا ما عنا كيف عرفت إنه هذه الـ attribute foreign key إنه هي إجتت من class ثاني ونحطتها هنا عشان تعبر إنه في عندك employee يعمل على project معين مئة بالمئة طيب عرفنا إيش الفرق بين الـ normal attribute والkey attribute والـ foreign key foreign key هو إيش primary key في كلاس ثاني بكل بساطة foreign key هو primary key في كلاس ثاني تمام requirements of the company إحنا هي مشيت عليها شوية departments و project خليني نعدي عن هذول شوية فإيش بيجيك بيجيك زي هيك إنه ويستور إيش بيجيك السؤال بيجيك سؤال إنه الـ employee عنده social security number SSN address salary gender birth date بعدين each employee works for one department بعدين في عندك each department has a number of employees ففي عندنا إيش هيك رح يجي عندنا السؤال إنه رح يجيك كوصف ما رح يجيك كأنه رح يعرفك واحدة واحدة السؤال ما رح يمسك إيدك ويحكي لك واحدة واحدة لا السؤال رح يكون إنجليزي داخل في بعض وإذا سهينا شوي يمكن تضيع مننا attribute أو يمكن تضيع مننا شغلة محددة فبناش هذه السواليفة تضيع مننا فأهم إشي أهم إشي في الـ database السؤال تسعين بالمية من الإجابة أوكي كويس إنه الامتحان مش محوسب لإمتحانات المحوسبة مرات شو بتسوي إذا أنت نسيت شغلة واحدة بس بعطيك الإجابة صفر بعطيك علامة السؤال صفر فإيش؟ فبالرسم يمكن إنه هما يعني يسامحون شوي أو ما يكون في ضغط قد ما هو يكون الضغط إذا كان الامتحان محوسب تمام؟ في عنا relation types نحن نتحدث عنهم أوكي دعنا نقول مثلا إنه في عنا employee يعمل لدى الـ department بهاي الطريقة بهاي الطريقة بنيقدر إنه إحنا زي نعمل visualize أو نمثل هذه العلاقة بين الـ employee وبين الـ department بشكل مرئي شوي بيحكي لك إنه employee works for يعمل لدى الـ department 1 الأمبلوي واحد يعمل لدى الـ department 1 الأمبلوي اثنين يعمل لدى الـ department 2 تمام هنا بنيقدر إنه إحنا نشوف إنه في أكثر منichen يعمل لدى الـ department 1 ولكن كل أن Ahí يعمل لدى الـ department 1 فwho the department 1 يمكن يعمل لها أكثر من الأمبلوي والـ employee فقط يعمل في الـ department 1 سوف نأتي لبعدين هذا اسمه Cardinality Constraint سوف يقولون ماذا اسمه Cardinality Constraint هنا سأخبرك أنه هناك أكثر من الموظف الوحيد يمكن أن يعمل على أكثر من المشروع والمشروع يمكن أن يعمل على أكثر من أكثر من المشروع 100% فهذه الأشياء سنذهب هؤلاء اسمهم Constraints on Relationships نحن عارفين اللي هما Maximum Cardinality والMinimum Cardinality ما هي Maximum Cardinality أكبر عدد من المشروع يمكن أن يعمل على شكل واحد اللي هو الرقم الانت الرقم الانت بتحطه هنا واحد واحد او ايش او مني آآ تمني او وصفر لا مش صفر او واحد تمني ففي منا ثلاث أنواع واحد تواحد one to many money to one ومني to many المنمم Cardinality اللي هي الخطين Total Participation والPartial Participation شو يعني Total والPartial التوتل يعني كل حدا موجود هنا كل عنصر كل instance موجود عندي من الemployee لازم يكون بشتغل في department كل instance يعمل في الemployee لازم يشتغل في department تمام خلينا نمشي على الكلام بحكيه قبل شوي هانا بحكيلك انه كل employee يعمل لدى department ولكن department الواحدة بقدر يعمل لها يعمل لديها اكثر من employee من هانا بدون ما انا اقرأ الموجود هذا بقدر اني اعرف من الرسم شو اللي مطلوب مني اوكي خلينا نشوف بحكيلك انه ال department هادي بقدر يعمل لديها اكثر من employee فبقول له انه في عنا many employees work for one department many employees work for one department هيك صح؟ لا هيك مش صح اذا بتكون تحكوها بالانجليز رح تتخربطوا شوي ايش بحكيلك واقع one minute left to your board ثاني شوي بقية دقيقة على �يان وجوم بين هادي ارتفعت انا لدي شwert تقاط تقاط للمعجون هادي انا ادت اتكاثه يس مالك اخت اتتكاثه تمام حسنا فهنا هنا فأيش بحكيله في عندي مني امبلييز فموها زي هيك مني امبلييز يعملوا عند ون ديبارتمنت هيك نحن نرسومها كيف نعرف ان هذا الترتيب هيك رح يكون مني امبلييز يعمل لدى ون ديبارتمنت زي هيك رح سهل شوي بدا ما ظنه تخربط ون المون ون المني اوك ثاني خلينا اعمل كوبي لهذا احاول اني اعمل ريفرش كريتا نيو بورد خفلي انه الكوبي زبط مية بمية اوك هاي ون امبلييي او ماني امبلييز يعملوا لدى ون ديبارتمنت مي بالمية اا اخرين اخلي هذا تكر شوي اوك تمام بعدين بروح على البروجيكت على البروجيكت شو بحكي لك مبين من هنا انه في في عندي اكثر من خط طالع من كل انتيتي طالع من كل انستنس من كل امبليي وفي عندي اكثر من خط طالع من كل بروجيكت فمبينة انه اكثر من امبلييي يعمل على اكثر من برويكت واكثر من برويكت يعمل عليه اكثر من امبلييي فهنا بحط ماني وانا بحط ماني ماني تو ماني مية بالمية طيب شو العلاقة هانا هانا علاقة بنا نستنتجها حكيت من قبل انا كل دي باردمنت تعمل على برويكت واحد كل دي باردمنت تعمل على برويكت واحد وكل برويكت يعمل عليها دي باردمنت واحد ف ايش بنحط بنحط هنا وان تو وان وان تو وان تمام وان تو وان كل دي باردمنت تعمل على برويكت واحد وكل برويكت تعمل عليه قسم واحد مية بالمية تمام هسا التوتال بارتيسيباشن والزيرو بارتيسيباشن هسا شو يعني التوتال والبارشل التوتال ببساطة يعني كل حدا غصبا عنه لازم يكون من هاي الانتيتي لازم يكون في الانتيتي الثانية لازم انه هو يشارك ما له يعني ما بقدر يقرر مية بالمية ولكن مش كل ايش . ااااااااااااااااا recommending اتص��ервت مية بالمية المفروض هو يحكي سأحكي لك one to one, one to many, many to many نحن عرفنا الكريسي يمكن أن يكون لديك manager أو supervisor supervisor هو نفسه manager تمام نحن قد نعمل الـ الـ لكن دعنا من الـ الـ دعنا نرجع الـ انا بدي احكي انه حتى المنجر يعمل لدى الـ كل حدا كل employee لازم انه يعمل لدى الـ كل حدا اذا باجي من عند الـ بحط خط ثاني total participation ولكن بقدر احكي انه مثلا انا سويت department جديدة سويت قسم جديد ما وظفت في حدا لسه ما وظفت في حدا طيب وقتها بقدر احكي انه كل department يعمل لديها على الاقل employee واحد مش شرط فبحط خط واحد اني بحكي هذي Partial participation أو Optional participation انه مش كل department ما فيه ما فيه هو اوكي انا بدي احسب بدي احسب انه المنجر واحد من الـ يعمل لدى ايش يعمل لدى department على حسب الوصف بتفرق على حسب الوصف ايش يا فيصل بتحكي عندي عندي خطأ فيصل انا مش قاعد بعمل لهذا بالضبط مش قاعد بعمل لهذا وودك تحكي فيه تشات للاجتماع العام بس الفكر انا مش قاعد بسوي الموجود عندي هنا هذا قاعد example من عندي هذا اوكي هذا مثال من عندي ماشي خلينا نمشي للـ بحكي انه كل الـ لازم يشتغلوا على بروجيكت كل الـ لازم يشتغلوا على بروجيكت بحط total participation بعدين بحكي انه كل الـ بشتغل عليه على الاقل بحط فبحط total participation هنا 100% تمام بعدين اذا اجاني في الوصف كل الـ عملوا على أقل واحد هو طبعا ايش انو هي 1 to 1 هنا فايش وقالوا على الأقل هنا ولكن مش كل الـ مش كل الـ مش كل الـ يعملوا على بروجيكت حالي ممكن هوا الـ ممكن ماخذين بريك مش قاعدين بشتغل على بروجيكت تمام هذا الـ دياجرام ايش هو الـ مجموعة من الـ الـ مجموعة من الـ هذولا و مجموعة من الـ تيبز هذولا و مجموعة من الـ الـ هذولا و الـ انواع يعمل 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 م pued و اوكي ايش في اشي كمان مر عليه تمام الويك انتيتي تايب بدي اضيف كمان انتيتي تايب هانا بدي اسميه ديبندنتس او الناس اللي بيعولوا على شخص تاني ديبندنتس كيف تكتب ديبند اوكي بدي ايش بتختصرها بديبند بدي اضيف شغلة جديدة اسمها ويك انتيتي تايب بدي اضيفها هانا امسح هاضع السريع شوي بدي اضيف شغلة اسمها الويك انتيتي تايب وبترسم بهاي الطريقة بدي اكتب هانا ديبندنتس تمام الويك انتيتي تايب ساني انه هو حدا يعني اشي مهم انه للشركة مثلا بس مش عام الرئيسي تمام حسا عشان اصل بين الناس اللي لازم ايش اه الناس اللي لازم تقولهم و باقي الاسكيمة تبعتي بدي نوع جديد او معين من الريلاشن تايب اسمه او ايدنتفاينج ريليشن تايب الايدنتفاينج ريليشن تايب زي ما احنا رسمنا الويك انتيتي تايب الضعيفة زي هيك ليش اسمها ويك هسا اسمها ويك لانه هي ضعيفة تحتاج انه هي تشبك على سترونج او انتيتيتي تايب عادة اللي احنا عارفينه عشان هي ايش تكمل مية بالمية فخلينا نقول انه كل مثلا كل الايش كل المعاولين لازم يكون في عندهم حدا لازم يكون في عندهم حدا ولكن مو كل الامبلييز مو كل الامبلييز عندهم ايش عندهم يعني اطفال يمكن حدا بشتغل في شركة اه يمكن ما عنده عائلة يعني يعينها تمام وشو بده احكي ايش هيلب بيثا انا بدسمها هيلبس اوكي عادي موظف عنده عنده عائلة ما لك يا جواد ماشي كيف بده حوط الكهارد للاتبي ناتي ونقلت له ايش ااه كل امبلييي عنده اكثر من حدا بعينه طيب كل employee عنده اكثر من حدا بعينه اول ما انت تحطها بالمنطق اقلبها هيك هذا الشرط واحد employee عنده اكثر من حدا يعينه واحد employee عنده اكثر من حدا يعينه مية بالمية تمام شو بتفرق هذه عن هذه نفسهم بالضبط ولكن هي طريقة انه احنا نصل ااا ال weak entity type لnormal entity type ماشي الweak entity type كيف الصفات تبعته هسا في عندي شغلة اسمه اسمها partial key شو هو الpartial key هو primary key لا الweak entity ولكن weak entity ما بقدر يكون الها primary key تمام فبدأ احكي انه اسم الشخص اللي هو بيعوله هو partial key شو يعني partial key الpartial key زائد اللي primary key تبع الاش اللي strong entity تبع الemployee اللي هو جاي منه اللي هو ssn number يساوي ال primary key تبع الweak entity type 19 اختسرها انها ايش صح اسس an ولا تزعد جوا ID ماشي SSN Weak Entity بدأ اختصرها H بW فبيجي عندي بالآخر إنه Primary Key تبعت هذه Weak Entity Type هو H Name و فاصلة H SSN هيك كله Primary Key واحد يمكن H نعرف إنه H ال يمكن هو H H العمر أو date of birth خلنا نقول date of birth يمكن في عنده attribute ثانية السلة relation سلته هذا الموظف اللي عندك اللي هو قاعد بعينه إيش سلته بالموظف فبيبكون في عنده إيش attributes ثانيين تمام مئة بالمئة خلصنا إيش هو Weak Entity هذي احفظوها زي اسمكو هذي احفظوها زي اسمكو جدا 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 مهمة تحتوي على أنا يعني اتدربت عليها كثير فبعرف إنه الشيء لأعرف كيف أرسم ولكن خلينا نمر عليهم واحدة واحدة إيش هو الانتيتي تايب الامبليي شو هو الويك انتيتي تايب الديباند فأسهل ما علي إنه ييجي سؤال من الرسم قدامك من ال ER Diagram قدامك طلع لي Weak Entity Type طلع لي Regular Entity Type طلع لي Composite Attribute طلع لي Multi Value Attribute طلع لي Key Attribute طلع لي Identified Relation Type طلع لي Relation Type ففي كثير ال Total Participation اللي هي هذولا ال Total وال Partial عارفينهم اللي هو خط والخطين في عندك الكاردينالتي اللي هو الأرقام هذولا الواحد والمني وفي عندنا إيش في طريقة ثاني إنك أنت تكتبها المني وهذي ولكن إيش طنشوها يعني مناش إيجب الميد نفس السؤال نعم إنه طلع لي وورجيني تمام وما منستبعده أن ييجي هذول السؤال مرة ثانية بس هو أنا بنصح إنه اللي رح يركزوا عليها أكثر إشي تشابتر أربعة اللي هي Specialization وال Generalization و رح يركزوا على تشابتر سبعة لأنه كيف تحول من من Schema لتابل رح يركزوا على هذي و رح يجيبوا ال Normalization هذولا أكثر إشي لازم نركز عليهم تمام في شغلة أنا ما مريت عليها اسمت Derived Attribute ما هي Derived Attribute؟ Derived Attribute هي اسمه المابين نعم السابع السابع هو المابين اوكي في اشي اسمه Derived Attribute Derived Attribute او الصفة المشتقة أنا كمصمم للداتابيس ديزاينر تبع داتابيس أخذنا في شابتر الثنين على باطا قد في الحفظ موجود إنه إحنا قاديم نتدرب إن إحنا نكون ديزاينر مصممين للداتابيس تمام إذا إحنا كنا منصممين للداتابيس بقدر أحكي إنه المابين المابين في إلو شغل زيادة خلينا أقول بدي أطيف كمان أتربيوت بدي أسميها السلاري تختصرها بالسال هل هي كانت عندي بالوصف؟ لا طيب إذا ما كانت عندي بالوصف كيف بدي أرسمها؟ بدي أرسمها زي هيك مخططة بعدين بتكتب إنه في عندي إيش السلاري أو الراتب مية بالمية هسا على الأقل ما رح يجينا أسئلة على الدرايفد لأنه الدرايفد ما بيجي في السؤال هو النقطة منه كلها أصلاً هو أتربيوت ما بيجي في السؤال ولا بيجي في الوصف فمش لازم في شغلة ما مريت عليها كمان إنه مثلاً الـ 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 تكون عليها أتربيوت الـ 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 كل إمبليوي كديش يشتغل ساعة اللي الـ ورد نحن نقول إيش ورد ورد إيش بفرق عن الـ 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 ورد اللي نعطيناها لطفق يمكن إيش نحسبها بالأسابيع كمان ولكن من الأول بوركت هو بخص كل إمبليي قديش حط ساعات على هذا البروجيكت إذا كان مثلاً في بونس بنعطي كل موظف بونس معين على حسب عدد الساعات حط في البروجيكت تمام هذا مثلاً مثال هايويك أنتتي تايب هذا رح يجيك أنتتي تايب ودرسوه وطلوا عليه بسيط جداً هذا إي آر ديجرام ديجرام عادي ما فيه 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 شغلات عادية جداً طيب هذي أخلناها في عندك إيش الكونستريتس الأخلناها الكاردينالتي اللي هي هذولا والبارتيسيبيشن هم الخط والخطين تمام هذول أشياء زيادة إيش مقدر نمر عليهم هسا يمكن أنه هو يجينا سؤال ما أعتقد ما أعتقد يجينا سؤال على هذا الجدول بس يمكن يجي سؤال إنه إيش في عندي توز إيش في عندي لغات بقدر استعملها عشان أصمم داتابيس إيجي سؤال في إيجي سؤال منه في المد هذا الجدول إيجي سؤال منه في المد فما بس تبعد إن ييجي سؤال منه ولكن إيش أحفظوا مثال مثالين فقط يسبس بدي أمر عليهم مرة تمام هذا مثال ثاني لا إيش لبنك وهذه لإكسرسايز ما شاء الله هو قردي حالهم فأنا بدي أخلص بلس كتاب يس شو كان السؤال اللي إيجي الأقلب بحكي في إيش حفظ تمام شو كان السؤال اللي إيجي إيجي إنه إيش في أمثلة لبرامج بتقدر تستعملها عشان تمثل داتا تايب مثال عالداتا بيس يس عالدي بي أمس إيجي سؤال إيجي إيش مثال على داتا بيس منجمن سيستم شو شو هي اللي توتال ون والقصص هذي قبل شوش راحت اللي هي توتال بارتسيباشن والبارشل بارتسيباشن شو هي توتال والبارشل التوتال والبارشل هو إنه كل الامبلييز لازم يدخلوا لازم يعمل هذي الأشياء منفصلات هذي اسمه الكاردينالاتي عدد الموظفين اللي لازم وهذا إيش بحكي لك إنه كل الموظفين مشاركين أو مش كل الديبارتمنس لازم يشاركوا أو مش كل الديبارتمنس عندهم أمبلييز ولكن كل الامبلييز بشتغلوا لديبارتمنس اللي لازم يشاركوا لديبارتمنس هنأفتح شابتر فور فخليني خلص للصيدات بعدين منرجع للتمارين منحل منهم شينخلص علينا على قد طب ليه ما تحل سؤال من أسئلة اللي في آخر شابتر يكون شامل وبس لأنه رح يجي سؤال طويل على شابتر ثلاثة هيك حكا الدكتور الدكتور نديم قال إنه امتحان خمس أسئلة كل محل هذي كلام نديم هذي نديم شفلك اتقل اه اوكي اذا 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 انا انا بدي اسوي زي هيك ولاكم تسويها آخر المحاضرة بس خلينا نمر يعني انا بدي عشان بدي أغطي أكبر عدد من ال أكبر عدد منهم قد ما قد ما يسمح الوقت بس خلينا نسوي خلن ننزل لآخر للشابتر في بعض هذول إيش تبرينات على التمرينات على التمرينات على التمرينات ندرب عليهم بس نمسك واحد من الأمور ونجرب تمام هاي موفي داتابيس خلينا نرسم موفي داتابيس خلينا نحل كل دكتور يسأل نموذج خاص في الله أعلم هل توجد هل توجد موذج خاص في اوه حقي اوكي ثاني شوي طيب لو سلت لآخر إشي ثاني عملت هذه مرة ثانية سمعتها يا جواد سمعت هذه اللي صارت هسا اوه اوكي ثاني خلينا اعمل stop وعمل share screen مرة ثانية فقط للاحتياط اوكي اوكي ادخلوا على لايق على سريع تمام اوه تمام خلينا نحل الموفي داتابيس هذا اوكي قال لك موفيز ار ايدنتفايد باي ذر تايتل اند يير اوف ريليس ما حكى لك انه اليير هو ايش ما حكى لك انه الموفيز انتيتي تايب مباشرة حكى لك انه الموفيز الها الاتربيوت كذا والاتربيوت كذا فمن هذا الكلام بدي اعتبر انه الموفيز او الافلام ايش الها انها ايش اوه داتا تايب خلينا امسك هذا ابعده شوي ناشا نضل المسجين تاحت اوكي سجين فوق اوكي موفيز بقى رندفايد باي تايتل اند يير اوف ريليس تايتل اند يير اوف ريليس لو سمحت ولا تكتب كثير بالليتشات وانا قاعد باشرح لانه لما اكتب فكر في حدا بدي يسأل تمام هاي تايتل العنوان تبع الفيلم و يير اوف ريليس هسا في الامتحان يمكن اسمعو لكم انكم تشرحوا شوي او تختصروا اختصرات يير اوف ريليس خلص باختصرها باي او ار يير اوف ريليس بس عشان ايش اختصرات هذي بنصحكم كثير انكم تتجنبوها لانه يمكن ايش الدكتور يفهمها غلط يدور على يير اوف ريليس ما بلاقيها اوكي فعشان نتجنب اي فرصة انه الدكتور يفهمها غلط بدنا نكتبها بشكل كامل ولكن عشان الوقت they have length in minutes الها الطول هاي length هس هلازم اكتب له in minutes لا خلاص الطول they also have a studio that produces the movie and are classified under one type studio that ايش that produces the movie يعني في عنا ايش في عنا entity type ثانية اسمها studio منطقيا كل studio او او كل فيلم او استوديو عمله تمام produce بنا نكمل من هنا انه انه ايش 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 هاز استوديو بحكي لك ايش the movie and are classified under one type هس ال 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 التيب هاذا وين احطوه احطوه على انت تتبع الموفيز احط هنا انو في عندي type او الجونرر نوع الموفي هاي ايش type فهي انا ايش كتبت كل ال اه كتبت كل ال اتربيوتز اوكي احطوه احطوه انا بادي ما كتبت ال primary key انا بادي ما كتبت ال primary key هسا هل لازم يكون في عندي primary key في ال database مو شرط يكون في عندي primary key ف اعني على على كلمات الدكتور حمزة مناش ندفلسة اذا ما حكى لك لا تكتب فما حكى لون في عندك unique title ولا unique read of release ولا مش عارب لا في اكتر من فيلم يمكن يطلح في نفس السنة لهم نفس الاسم او يكون عندهم نفس النوع او يكون هما نفس الطول ف هانا ما حكى لهم في عندك non-repeater ولا ولا not-null ولا unique ما حكى لها يسولي فبدنا نعدي Actors are identified by their names قل لك Actors هما بميزهم اسماءهم والdate of bear ففي عندي entity type ثاثة اسمهم ايش الاكترز الممثل هاي الاكتر اوكي اوكي الاس هانا غلط لا تكتب الاس هانا movie واحد الو اكثر من شاء الله اوكي by their names الاسم تبع name و الو ايش الو date of birth هاي d o b الاختصارات هذي طبعا ايش انا مسويها فلا تختصر بالامتحان وكتبوه زي ما هو بيجيك في السؤال and act in one or more movies هاي act is in one or more movies ابدأ اسوي انتيتي تايب جديدة قل لك انه act in هاي act in وبدو كميلا لها بعدي ما سويت الكاردينالاتي ولا سويت الparticipation لانو خذها خطوة خطوة تمام ايش اكتور هزا رول in the movie فاش بنحكي اه خلينا نقول انو في عندي اتربيوت من هنا اسمها الرول او دورو في الفيلم فعالاغلب رح تكون الاتربيوت هذي على ال relation type نفسه فاسمه ايش الرول او دورو تمام الرول اذا ما بتعرفوا شو يعني كلمة رول خليكم منها يعني المهم انكو تعرفوا مش داركتد باي بعدنا يا زلمة ما وصلنا ما وصلنا داركتد اسمالك يا احمد طي لا شوف عبود من عند موفيز ار دايركتد باي وان اور مور اا دايركتور انا كل فكري اكتر بعدنا يا زلم ما معقول ما انا دخل اذا ما بعدنا ما وصلنا دايركتورز شوية شوية حبه حبه تمام طيب ايش اكتور هزرور موفي دايركتورز ايش ايدنتفايد باي در نعم زن دايركتورز تمام بدي ااج احط دايركتورز هنا شوه دايركتور هو المخرج دايركتور ايش بيقولك ايش بيقولك اهو ايدنتفايد باي اسمه . . لن تختصرون . . . . . . و اه و اه و اه و اه و اه في عنده ايش الرنك و انا ما بهمني ايش ايش يعني رنك المهم انه عنده كمان مش لازم الراعي الترتيب من فوق لتحته يمين ليسار ما لك يا معاد سووز لك برامري اتريبيوتس ما حددلنا مرة ثانية هسه لاحظنا الشغلة انه ما في برايمري كي احنا هسه ما طلعنا برايمري كي ولكن بعدنا ما طلعنا بعدنا ما طلعنا ما حكينا يونيك ما حكينا كلمة يونيك ولا حكينا اشي فما منقدر نحط برايمري كي على كيفنا بعدين يا الله طلاب دكتور عبادة انترا دكتور حمزة اشوى طيب اخر شو بحكيلك ستوديوه يمتع بمناسبة ويكون لديها ستوديوه اسم ستوديوه اسم وعنده اسم 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 تقريب الوصف والمقارب 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 فهذه ستكون كومبزيشن كيف تعرفت انها كومبزيشن قال لك The address contains attribute 1 attribute 2 attribute 3 كيف تعرفت انها كومبزيشن ليس ملتي فاليو انه هو ما حكى لك انه الستوديو له اكثر ما حكى لك انه The studio has multiple addresses لا حكى لك انه الادرس يحتوي على attribute 1 attribute 2 attribute 3 فعرفت انه هذول كلهم بيجوا تحت كلمة الادرس فباجي من الادرس بحط attribute جديدة بسميها مثلا B number اللي هو رقم العمارة في عندي في عندي attribute جديدة اسمها street number S number building number street number لا تختصر زي بالامتحان بالله اعيده بزيد والcity name ايش C name مثلا بلد يظن انه يطفخ real تمام ايش حكى لك في ال director حكى لك في ال director انه كل director ونوقفنا احنا and directs one or more movies هاي هانا منيجي في عندك director directs الكلمة هو عطاني ايها directs directs اياش اémان اموفي تمام فالموفي عنده studio عملو director أخرجه وااكتورز ايش مثلوا فيه اوكي و الله يا أه ماي نقع يا واكس و ا وتسكتشفيت اوكي اااااااااااااااا.... حسنا من إنه نحنا نكتب الـ Entity Type و خلصنا إنه نحنا نكتب الـ Attributes هيك خلصنا تقريباً من 80% من الحل يعني هذا أغلب الحل 80% من الحل. مش مفروض Actors , لا حسه رح يعطيك Actors, Directors, Studios, Movies ولكن لما نكتب الـ Entity Type, ما منحط الـ S لأنه كل موبي واحد إله، ويرودتها مش إنه كثير من موبي إله هؤلاء الأتربوت لا هاي الشغلة حك عنها دكتور حمزة انو ما بتحطو الاس بتحطو ايش الاسم مجرد او في حالة المفرد مية بالمية شو اللي ظل اوكي ظل احنا سوي الكاردينالاتي قالك موفيز ار ديركتد باي ون ار مور ديركترز تحت مكتوب ان ديركت ون ار مور موفيز تمام فبحكيلك انو موفيز ار ديركتد باي ون ار مور اول ما تسمعوا كلمة او اول ما تقرؤوا كلمة ون ار مور يعني توتال بارتسيباشن ون ار نن واحد ولا ولا واحد يعني ايش اه يعني بارشل بارتسيباشن تمام فتوتال بارتسيباشن وكل موفي ار ديركتر وكل ديركتر ديركتد موفي صح and directs ون ار مور موفيز ون ار مور موفيز فهيك عرفنا انو هذولا توتال بارتسيباشن and have ون ار مور اكترز have ون ار مور اكترز مش كل ممثل لازم يكون ما حددلنا هسا انا ايش الديفولت عندي الديفولت عندي انو بارتسيباشن ما بدي اغصب كل الاكترز ان هما يكونوا في موفي الا لو حكالي اذا حكالي عكس ذلك انو الموفيز عندهم او اكترز عندهم اكت ان ون ار مور موفيز بعدين بغير من من البارتسيباشن ولكن اذا ما حكالي بخليها بارتسيباشن بخليها مشاركة جزئية تمام ايش اكتر has a role in the movie ايش اكتر has a role in the movie انا عرفت انو في عندي رول بس كمان بقدر افهم من هذه الكلمة انو كل اكتر has role in the movie ايش اكتر has a role in the movie فكل الاكترز عندهم رول in the movie ايش كلهم عنده رول 쓰는 movie مافي عندي اكتر like a role in the movie كل الاكترز عندهم رول في الموفيز تمام نرجحان لتحت الستوديو قلك they produce one or more movies they produce one or more movies فكل الموفيز they produce ايش موفيز ايش اي partnerships ولكن هو ما حكالنا اذا الموفي ما حكالنا انو كل موفي بعمله بمنتج ستوديو ما حكى أنا هذا الكلام فبنخليها بارشل زي ما هي تمام خلصنا من التوتل والبارشل آخر شي يضل الكاردينالتي هسه الكاردينالتي صعبة شوين إحنا نطلحها لأنه أغب طريقة سياغتها شوية أزنخ من التوتل والبارشل فخلينا إيش نكمل إيش بحكي لك تمام إيش أكتر هز الرول في موفي فإيش ما حكى لك أنه الأكتر بيقدر يكون في أكثر من موفي ولا لا طيب خلينا نرجح هنا موفيز آر ديركتر باي ون ومور ديركتر في عنا أكثر من في عنا موفي يمكن يكون إلو أكثر من مخرج موفي يمكن يكون إلو أكثر من مخرج والديركتر إيش بحكي لك ديركت ون ومور موفيز المخرج بيقدر أنه يخرج موفي واحد أو أكثر بلناش حط أهم خلنا نقول إن تمام هذي مني تو مني عرفنا كيف إنه ديركتر باي ون ومور يعني بقدر إنه هو هو ديركتر واحد أو أكثر يعني بقدر إنه هو يكون مني وبقدر إنه هو يكون واحد ولكن على الأقل المنمم كاردينالتي على الأقل إنه هو واحد الماكسيمم كاردينالتي إنه هو إيش إنه هو يكون أكثر من واحد لو رجعنا للسلايدات قبل بحكي لك هذه اسمها المنمم كاردينالتي وهذه اسمها الماكسيمم كاردينالتي شو يعني الماكسيمم والمنمم المنمم يعني إيش أقل إشي يمكن يصير واحد ولا كلهم وإيش أكثر إشي يمكن يشارك الماكسيمم كاردينالتي إنه إيش الان هذي تمثل إنه أكبر عدد ممكن واحد ولا كثير ون ولا مني هانا بحكي لك ون أور مور خلص بحط الماكسيمم هي المور ما بحط الون ونحكي لك دايركت ون أور مور لعاد بحط الماكسيمم وان بحط الون مية بالمية أوكي نرجح هنا بحكي لك اه ايش أكتر هاز الرول ان دموفي وحكي لك إنه اه كل أكتر بشتغل ان ذي موفي مش ان موفيز ان ذي موفي ان ذي موفي يعني موفي واحد ان ذي موفي فبنحط إنه الأكتر يعمل في إيش في موفي واحد ان الأكتر يعمل في موفي واحد ماشي طيب ها حكونا أشي عن التاكترز and act in one or more أnatural كيه المكتوب هنا and act in one or more movies بقدر يشتغل في one or more movies خلينا إيش نصلح هذه هي يعني مية بالمية طيب الموفي بقدر يكون في هالسعه بالمنطق الفيلم بقدر يكون فيه ممثل واحد أو أكثر من ممثل بس بدنا نمشي على الشرح تابعنا هل حاكاننا ولا لا على أيش have one or more actors يمكن أن يكون عنده ممثل واحد وأكثر ممثل فهذه تصير one to many فالماكسمم باخذ المور والمنمم اللي هي الخط أو الخطين باخذ الأقل الحد الأدنى هذي باخذ الحد الأكبر تمام نرح نروح للستوديو وال نروح للستوديو ونرى الكاردينالي بناتهم إذا هو ما بيحكيلك يعني أبسط إشي يمكن تسوي إنك ما تكتب بالمرة أو إنك إيش تحطها بالمنطق بس أنا بعرف إن حمزة إذا السؤال ما حكاله يمكن ما يكتبها أبدا الكاردينالي هذه المراقب ما فهمت أوكي تمام خلينا نرجح هنا العلاقة بين الستوديو والهنا بحكيلك الستوديو بقدر يشتغل على one or more movies فبن نأخذ الماكسمم كاردينالي نتين بقول إنه many movies إنه الستوديو بيشتغل على many movies بعدين إنه الموفي من ها أنا بقدر أعرف إنه إيش الموفي بيشتغل عليه إيش one studio الموفي بيشتغل عليه one studio مش كاتب اللي هو طيب هو مش كاتب اللي فأعتبر إنه هذه يعني إيش أنا استندشتها من عندي أوكي في أي سؤال على تشاتر ثلاثة بالمرة ال E R Diagram كيف إحنا رسمنا طبعا آآ كيف أنا رسمت وسويت الكاردينالتي هذول الإكسرساز سحلوهم لحالكم كثير مفيدين آآ في إيش هذه الصفحة هذه البيج آآ سلايد 22 جدا مهم احفظوها زي اسمكم تمام إذا في أي أسألة حل لك مختلف عن البعث الدكتور شفت هذا الحل من قبل سيء جدا ما ما رح ما رح أتبعه كنت بعرف إنه حدا رح يبعث لي هذا الحل آآ بس حتى لما ورجينا هذا الحل الدكتور حمزة قال إنه هه غلط فأنسه ف ف ف الدكاتر نفسه مش قادرين إيش يتوافقوا على حل واحد أنا رح أسوي الحل اللي أنا بشوفه صح تذكر الإدنتفايد بيكونوا برايماري بتذكر الإدنتفايد بيكونوا برايماري إذا هذا الكلام صحي آآ I can't confirm دوكتور سبنت حسنا طيب ما بتذكر هذا الكلام آآ إذا حكالك إنه المووز أرى إدنتفايد باي العاد يمكن أوك صراحة يمكن اليير أوف ديت والتايتل مع بعض يكونوا برايماري كي يمكن اليير اليير الف ريليس والتايتل مع بعض يمكن يمكن برايماري كي يمكن طيب ما فيه آآ ما فيه يمكن شغلة ثانية حكالك أكثر زر آآ آآ نام و ديت بيرت ماشي كومبنائشن ديت نام و بيرت إدنتفايد باي دير نام زر باي هاذا وهذا برايماري كي إذا كلامك هيك آآ آآ إذا كلامك هذول رح يكونوا برايماري كي كنسل النت مات عندي حل حمزة يا جمال لا تجيبوا حلول الدكاتر إنه الدكاتر بحلو عفوا تمام ما معرف أول مرة أقول إنه في مادة حل الدكتور يمكن يكون غلط ما علينا بما إنه هو كتابي ما رح آآ بأنه هو كتابي ما رح سوي الحلو إنه كلامك وسجل نعم وسجل وجميل ما عليك إن شاء الله ما أحد بشوفه تمام رح ناخذ بريك آآ عالتسعة وثلث رح نرجع تسعة وثلث رح نرجع رح نحاول إنه نسرع شوي رح ناخذ بريك عالتسعة وثلث رح نرجع ساعة تسعة وثمانية عالتسعة وثلث رح نرجع بين اللي بريكس يعني شو اللي حكا معاد اللي نأ مونا حكا معاد أصلا مش لاسمن رأي الترتيب من فوق لتحت أو من يمي لليسار ماذا؟ تهير ذز برو سيد ثلاثة ثلاثة و أربعة و خمسة يعني ما رأي الترتيب والله من يفاهم شو هو يسار اليمين يسير يا خالو وش بتسولف اه مفروض تكون رسما صح انت مفكر كاني حمز راح يعرف شو هو الترتيب يعني انت مستقر الله هذي كلام مسجل يعني ما راح يهتموا ما راح يهتموا اقطع والله يا كتيبة اقطع انت ملقى بتقسم الله اقطع 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 متعود عكا استقف الله العبي يهتم تعديل الفيديو واو خارج كنت رأي التواضي اقطع بعض الشيء كنت readings يعني عمي لا اقطع لقد أخبرت عبادة عبادة 5-6 فقط فقط لأن أوباما عبادة صار أوباما نعم سوف ندرس بكرة السبعة وعشرين وسبعة عشرين قليلا تنزل حمزة لا أحد يأتي بصير الحمزة سأخذ بريك الساعة 9-3 رح نرجع ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا